موسيقى أسعد الله أوقاتكم مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية من صحيفة عناب بلد حيث جاء في أبرز عنوينها تركيا تنهي بناء جدار الفصل بين الريحانية وريف إدلب حيث أنهت السلطات التركية بناء جدار بطول 11.5 كم في مدينة الريحانية المحاذية للحدود مع سوريا بهدف منع عمليات التهريب والعبور غير الشرع من وإلى سوريا وأوضح موقع ترك بريس الناطق باللغة العربية أن الجدار يمتد من بلدتين بيش أسلان وبوكولماز في منطقة الريحانية في ولاية هاتا جنوب تركيا بعرض مترين وارتفاع ثلاثة أمتار وبالتوازي انتهت تركيا من حفر خندق بعمق 2.5 متر وطول 5 كم في منطقة يايلاداق المطلة على محافظتي إدلب والاذقية مع استمرار العمل على إنشاء جدار بطول 9 كم وكشف الموقع عنية أنقرة البدء ببناء جدار بطول 10 كم على امتداد منطقة ألتين أوزو بحيث يصل طول الجدار الفاصل ما بين المناطق السورية وولاية هاتا التركية إلى 80 كم وعززت تركيا حدودها مع سوريا بحفر خندق عام 2014 بطول 333 كم وإنشاء ساتر ترابي بطول 60 كم إلى جانب وضع أسلاك شائكة على حدودها بطول 160 كم وتأتي هذه الخطوات وسط استمرار السلطات التركية إغلاق معابرها البرية مع سوريا بشكل شبه كامل واقتصار دخول وخروج القوافل التجارية والإغاثية إلى جانب الحالات الإنسانية في ظل مقتل عدد من السوريين خلال العام الماضي برصاص حرس الحدود التركي لدى محاولتهم دخول الأراضي التركية بطريقة غير شرعية حسب ما ذكرت الصحيفة وجاء في عنوان آخر إصدار لتنظيم الدولة إعدام خمسة ناشطين من الرقة بتهمة العمالة لبريطانيا حيث جاء في تفاصيل الخبر أصدر المكتب الإعلامي لولاية الرقة كما يسميه تنظيم الدولة تسجيلا مصورا تحت عنوان هم العدو فاحذرهم الأحد ثلاثة كانون الثاني ويظهر اعترافات خمسة ناشطين من مدينة الرقة بتورطهم مع جهات إعلامية وبريطانية ثم إعدامهم رميا بالرصاص والناشطون هم هائل مروان عبد الرزاق شقيق الناشط الإعلامي منهل عبد الرزاق إلى جانب عمار حمود الجعفر وشقيقه فيصل حمود الجعفر ومهيار محمود العثمان وآبي محمد عبد الغني وجميعهم من أبناء مدينة الرقة وتتمحور اتهامات الدولة لهم بعلاقتهم مع الناشط منهل عبد الرزاق واستلامهم مبالغ نقدية وكاميرات مخفية لتصوير المدينة وتوثيق الانتهاكات ونقرأ في عنوان آخر أنفلونزا الخنازير تعود إلى المنطقة ولسيوريين نصيب حيث عاد فيروس N1 وH1 المسبب لانفلونزا الخنازير لظهور مجددا في منطقة الشرق الأوسط مع الكشف عن حالات وفاة في تركيا ومصر في حين أكد ناشطون سوريون انتشار المرض في مدينة حلب ونقلت صحيفة زمان التركية في تقرير عبر موقعها بنسخة العربية الأحد ثلاثة كانون الأول عن مصادر طبية قولها إن ثلاثة أشخاص بينهم سوريان توفوا في أضنى أثناء تلقيهم العلاج للاجتباه بإصابتهم بفيروس أنفلونزا الخنازير وأوضحت الصحيفة أن 45 شخصا راجعوا قسم الإسعاف في مشفى نامونا في مدينة أضنى الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع حرارتهم وبعد إجراء بعض الفحوصات قرر الأطباء ابقاء ستة أشخاص منهم للاجتباه بتعرضهم لأنفلونزا الخنازير الأسبوع الماضي أيضا توفيت الأسبوع الماضي طفلة تركية مواطنة تركية كانت حاملا في الشهر الرابع بالإضافة إلى مواطنين سوريين اثنين وذلك أثناء تلقيهم العلاج لاجتباه بتعرضهم لفيروس أنفلونزا الخنازير وأخذت خزع عينات منهم وأرسلت إلى رئاسة المركز الطبي في أنقرة لإجراء الأبحاث عليها في حين بدأ موظفو الإسعاف في المشفى بارتداء الأقنعة الطبية وفي السياق ذاته كشفت صحيفة هاجتاك حلب المهتمة بنشر أخبار الأحياء الخاضعة لنظام الأسد في المدينة أن أعراض أنفلونزا الخنازير بدأت تظهر في صفوف الجيش داخل المدينة لعدة أسباب أهمها تعمد الميليشيات الطائفية التي تقود لجان النظام إلى إطعامهم لحوما إيرانية مستوردة وبالانتقال إلى شبكة شام الإخبارية نطالع في العناوين المحيسني مضايا تموت جوعا و300 صاروخ فيل تمسح الفوعة حيث نشر القاضي العام لجيش الفتح الشيخ عبدالله المحيسني مجموعة من التغريدات حول المجاعة التي تتعرض بها بلدة مضايا بريف دمشق طالب فيها جمع الأموال لمساعدة الناس المحيسني عبر حسابه على تويتر وتحت وسم مضايا تموت جوعا قال يا تجار المسلمين من يقف اليوم موقفا ينقذ الله على يده 40 ألف مسلم من الموت جوعا مليون دولار تصنع 300 صاروخ فيل تمسح الفوعة وأردف المحيسني المطلوب تاجر أو تاجران فقط من تجار المسلمين يتبرعون بمليون دولار وأنا أضع هذا الحل بين أيديكم يا أمتنا اعرضوه على تجار المسلمين وإن وافق تاجر فليتوصل معي هنا وأنا جاهز كما طالب المحيسني إعلاميين كفيصل القاسم وأحمد منصور وموسى العمر بجعل قضية مضايا القضية الأولى في أحاديثهم ونقرأ في خبر آخر مفتي النظام محذرا من قتل نمر النمر والهدف منه تدمير الأمة الإسلامية حيث اعتبر مفتي النظام أحمد حسون أن من اقتال البوطي هم أنفسهم من أعدم الشيخ نمر النمر في السعودية اليوم محذرا من أن إعدام الشيخ النمر يراد منه تدمير الأمة الإسلامية وجر الجمهورية الإسلامية في إيران لحروب فرعية قائلا إن اليد الصهي أمريكية تتصرف باسم حكام العرب وقال حسون في تصريح لقناة العالم فوجئ العالم الإسلامي باستشهاد علامة دعا إلى السلام والمحبة والإخاء والذي ما حمل سلاحا بيده يوما إلا سلاح كلمة الإيمان الخيرة وأن يفاجأ العالم الإسلامي اليوم باستشهاد هذا الرجل على يد دولة تدعي أنها تحارب الإرهاب وأنها أقامت حلفا لمحاربة الإرهاب ثم تقوم بأشد أنواع الإرهاب وهي قتل عالم من علماء الأمة ونقرأ في خبر آخر هيثم منع يهاجم مؤتمر الرياض حيث نشر هيثم منع رئيس مجلس سوريا الديمقراطية في صفحته على فيسبوك رسالة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة تتعلق بتمثيل المعارضة السورية في مؤتمر الرياض وزعم منع في رسالتها أن قوات سوريا الديمقراطية أول من قاتل ضد الإرهاب قبل التحالف الدولي وهي تسيطر على أكثر من 16% من الأراضي السورية معتبرا أن مؤتمر الرياض للمعارضة السورية استبعد مكونات هامة جدا من المعارضة السورية وذلك لأسباب سياسية وتحالفات إقليمية معطيان الأولوية وحصة الأسد لجماعات المعارضة الموالية لتركيا وقطر والسعودية وقال منع أن مجموع ما تسيطر عليه كل من الجماعات العسكرية التي حضرت مؤتمر الرياض لا يعادل 5% من الأراضي السورية فكيف يمكن التفاوض على وقف إطلاق النار في غياب قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على 16% من الأراضي السورية وشكر منع في رسالته وزير الخارجي الروسي لافروف ونظره الأمريكي جون كيري على هذا القرار معتبرا أن جهودهما مع الأمم المتحدة ترسم خارطة طريق للسلام على حد تعبيره متجاهلا القصف الروسي على المدنيين في مختلف المحافظات وبالانتقال إلى موقع كلنا شركاء نقرأ في العنوين الاتلاف يؤيد قرار السعودية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران حيث أعلن الاتلاف يوم أمس الأحد تأييده لخطوة المملكة العربية السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران ودعا في تصريح له الدول العربية والإسلامية كافة لاتخاذ خطوة مماثلة للرد على جرائم إيران في سوريا والعراق واليمن وتدخلاتها في الشؤون السعودية ودول الخالج العربي وجاء في التصريح الصادر من المكتب الإعلامي في الاتلاف أن نظام طهران بما عرف عنه من بطش وإجرام بحق الشعوب الإيرانية وإعدامه آلاف المعارضين وتدخله في شؤون الدول الأخرى وقيامه مع نظام بشار الأسد والاحتلال الروسي بإبادة أكثر من 400 ألف سوري وتشريد أكثر من 13 مليون ينبغي مواجهته بكل حزم وقوة واتخاذ الإجراءات الرادعة وأضاف يجب هزيمة مشروع إيران الطائفي الذي يريد دمار المنطقة وتمزيق شعوبها وفي مقدمة تلك الإجراءات توفير الدعم الكامل للشعب السوري وجيشه الحر ليتم قطع رأس الأفعى وإنهاء تغولها وإزاحة خطرها المستفحل في المنطقة والعالم وتحرير سوريا وبالانتقال إلى عنوان آخر نقرأ المجلس الإسلامي السوري الفصائل الكردية تنفذ مخططا تقسيميا واضحا حيث قال المجلس الإسلامي السوري إن مخطط الفصائل الكردية المتمثلة بما يسمى قوات سوريا الديمقراطية بدى واضحا للعيان أنهم يسعون في المخطط التقسيمي بدعم من جهات خارجية لا تريد للبلاد ولا للعباد خيرا ولقد بدى ذلك واضحا من تحركات هذه الميليشيات في ريف حلب الشمالي وناشد المجلس في بيان له من وصفهم بالشرفاء من الأخوة الأكراد أن يأخذوا على يد هؤلاء معتبرا أن نظام ظلم الأكراد كما العرب في سوريا ونحن على يقين أن النظام المجرم قد أوقع الظلم عليهم وحرم كثيرا منهم الجنسية والحقوق المدنية وكان يتعامل معهم بقسوة ووحشية ويصلت الجيران بعضهم على بعض مطبقا المبدأ الاستعماري فرق تسد وأضاف البيان ولم يعد خافيا أن هذه الميليشيات بدأت تسحف على مناطق الثوار بعيدة عن مناطق النظام كما تفعل داعش تماما واحتلت في الآوينة الأخيرة مجموعة من القرى منها تنب وكشتعار وشوارغا والمالكية وغيرها وصارت طريق الدولي الواصل من حلب إلى باب السلامة تحت نيرانها وهناك تهديد حقيقي على مدينة عزاز وما حولها كما جاء أيضا في عنوان آخر اغتيالات جديدة تلحق عناصر النصرة في إدلب حيث قضى عنصران من جبهة النصرة مساء الأحد الثالث من كانون الثاني بانفجار عبوة الناسفة كانت مزروعة على الطريق الدولي دمشق حلب بالقرب من مدينة معرّة النعمان في ريف إدلب كما جرح آخرون كانوا معهم في سياراتهم الخاصة وعلى الفور توجهت شرطة الطرق وطوقت مكان الحادث وتوجهت أيضا سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتجري تحقيقات من قبل عناصر النصرة من أجل التحقيق بالحادثة وحتى اللحظة لم ينشر أي بيان رسمي بخصوص الحادثة وتكررت في الآوينة الأخيرة حوادث الاقتهالات في ريف إدلب بشكل كبير وجهدت المنطقة القريبة من سراقب على الطريق الدولي عشرات الحوادث بالعبوات الناسفة والألغام الأرضية ورح ضحيتها عدد كبير من الثوار وجرح الكثيرون وبالانتقال إلى موقع العربي الجديد نقرأ في العنوين النظام ينقل حصار التجويع إلى ريفي حما وحمص حيث جاء في تفاصيل الخبر يعتمد النظام السوري منذ انطلاق الثورة قبل نحو خمس سنوات سياسة الحصار والتجويع لإخضاع العديد من المناطق المناهضة له مثل الحمص القديمة والزبداني ومضايا وقدسية وشن النظام السوري أخيرا حملة عسكرية من ريف حمال الجنوبي الشرقي باتجاه ريف حمص الشمالي ما سيتسبب ان تابع النظام تقدمه في حصار الريفين بشكل خانق يأتي ذلك بالتزامن مع الحملة العسكرية على مدينة الشيخ مسكين في ريف درع الشمالي ويقول الناشط الإعلامي الملقب أبو طالب الحموي للعربي الجديد إن القوات النظامية التي يشكل أكثر من نصفها عناصر ميليشيا الدفاع الوطني وهم أبناء القرى الموالية للنظام بدأت أواخر ديسمبر الماضي حملة عسكرية في ريف الجنوبي لمدينة حمال بقيادة وغطاء جوين روسي استهدف مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة حسب ما ذكر الموقع كما نقرأ في عنوان آخر تهديد غير مسبوق من حزب الله للسعودية انتقاما للنمر حيث ظهر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم الأحد وكأنه يردد حرفيا الموقف الإيراني من تنفيذ السعودية حكم الإعدام بحق الشيخ السعودي نمر النمر حتى في الشكل ظهرت الصورة والشعار اللذان وضعهما المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي نفسهما خلف نصر الله مع صورة وجه النمر وشعار الصحوة لا تقمع ومثل ما شنت طهران حملة تهديدات كبيرة للرياض على خلفية الإعلام فقد أطلق نصر الله تهديدا غير مسبوق ضد حكام المملكة داعيا إياهم إلى الاختباء مما زعم أنه سيكون الرد الآتي ولو تأخر وبالانتقال إلى موقع زمان الوصل نقرأ في العنوين النظام يسحق التنظيم في مجال قتل السوريين عام 2015 حيث أجرت الشابكة السورية لحقوق الإنسان مقارنة بين ضحايا نظام الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية خلال عام 2015 وكشفت في تقرير لها اطلعت عليه زمان الوصل أن النظام قتل 12.044 مدنيا مقابل 1366 شخصا قتلهم بالتنظيم وأوردت تقرير إحصائية أوضحت أن النظام قتل من النساء 1957 امرأة مقابل 188 قضينا على يد التنظيم في حين كانت حصة نظام الأسد من الأطفال 2592 طفل والتنظيم قتل 149 طفل أما ضحايا الموت تحت التعذيب فقد وصل رقم الذين قتلهم النظام إلى 1546 شخصا مقابل 10 قتلهم التنظيم واستمر النظام في تفوقه بالقتل في حقل ضحايا الإعلام والطب فأزحق أرواح 57 إعلاميا مقابل 16 قتلهم التنظيم أما من الكوادر الطبية فقد قتل النظام 82 شخصا بينما قتل الدولة 10 منهم وقام النظام باعتقال 6909 أشخاص مقابل 1956 شخص اعتقلهم التنظيم خلال عام 2015 ونقرأ في عنوان آخر حلب جيش الثوار يخالف بيانا أصدره ويهاجم بلدات قرب عزاز حيث أحرزت مجموعات جيش الثوار التابعة لقوات سوريا الديمقراطية تقدما جديدا على حساب الفصائل المقاتلة بريف حلب الشمالي يوم الأحد بعد معارك دارت بين الطرفين وقال مراسل زمان الوصل في حلب إن الطيران الروسي استهدف مذ ساعات الصباح الباكر عدة قرى وبلدات واقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة بريف حلب الشمالي بعشرات الصواريخ الفراغية وأحقب ذلك تحركات لمجموعات جيش الثوار الذي يضم مجموعات من الميليشيات الكردية وفصائل أخرى تقدمت نحو بلدة كشتعار وتمكنت من دخولها بعد معارك لم تدوم طويلا ضد الفصائل التابعة للجيش الحر فيها وأشار المراسل إلى أن سلاح الجوء الروسي قام منتصف ليل أمس بشن غارات عديدة أخرى على بلدات دير جمال وتل عجار وكفر أنتوان وكشتعار وفي محيط مطار من نيغ العسكري مخلفا جرحا وأضرار مادية في الممتلكات وعود صباح اليوم وشن غارة مماثلة في المنطقة لافتا إلا أن مجموعات جيش الثوار استغلت القصف الروسي وتقدمت من محاور تنبلو تسيطر على كشتعار وبذلك يصبح طريق حلب عزاز الدولي تحت سطرتها تقريبا وفي ذات السياق أصدر المجلس الإسلامي السوري بيانا بشأن ما يقع في ريف حلب الشمالي أكد خلاله على وقوفه ضد أي مشروع تقسيمي تحت أي ذريعة أو خديعة مشلا إلى أن الفصائل الكردية تسعى لذلك بدعم من جهات خارجية وبهذا العنوان نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم دمتم برعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة